اشتركوا في القناة برنامج البلندر اليوم بإذن الله تعالى رح ناخد درس جديد وهو النسيج أو تيكتشتر النسيج يا شباب هو عبارة عن إضافة خامة لأحد الكائنات يعني مثال بسيط أنا عندي أحد الكائنات الموجودة عندي وليكن مربع اللي هو الشكل ده موجود عندي لو أنا طبعا كبرته باستخدام الاسم أستطيع أن أنا أضيف صورة علم الكويت على الخامة الموجودة عندي اللي هو البلين طيب البلين عندي بعطيه لون الأول لون ماتيريال وأبدأ أحول اللون ده إلى قطعة قماش كإني غلفت الشكل أو لوح الخشب الأمامي ده بقطعة قماش ده المعنى البسيط للتكتشر أو النسيج كإني بالضبط أغلفت الشكل ده بأحد قطع الأقمش اللي موجودة عندي طيب تعالوا نطبق اللي إحنا قلناه حاليا طبعا لا تنسوا إن إحنا في الدروس الأولى أخذنا كيفية حزف الكائن يعني الكائن الموجودة عندي ده وجلنا إنه الأمر دليت أو من الكيبورد اكس أهي أحزف الكائن طيب الكائن ده برضو عايز أحزفه عايز أبدأ من جديد ورقة العمل طيب أول شي أحدد بالزر الفارة اليسار الدائرة وين المكان اللي أحضف فيه الكائن وإحنا درسين سابقا من قائمة add مش بنختار الأشكال الموجودة عندي طيب أخذنا برضو سابقا لسكيلينج حرف الإس أكبر وأصغر الكائنات أو من الأمر سكيلينج بيديني المقابض الثلاثية تتحول إلى مقابض قابلة للتعديل أهو أبدأ أعدل في حجم الشكل الموجود عندي طيب كده أنا جهزت الشكل أو خلينا نقول مثلا إنه كأنه قطعة خشب ومحتاج أن أنا أغلفها بالنسيج بتاع علم دولة الكويد طيب أول شي اتفقنا إن إحنا هنضيف خامة وجلنا الخامة اللي هي اللون material موجودة في الدائرة هذه ثم نقوم بالضغط على علامة زائد معناها إضافة خامة وبعدين new وناخد في diffuse new color أبدأ أغير أي لون أنا عندي ما في مشكلة أنا بس كده أصبح الكائن يحتوي على خامة قابلة لإضافة النسيج طيب بعد أن تهينا من إضافة الخامة نبدأ نروح لتبويب النسيج اللي هو texture أو موجود جنبه بالضبط وأبدأ أضغط على علامة new طيب أتأكد إن الطيب عندي image and movie اللي هو صور وإيه وفيديوهات طيب أنزل تحت كده عندي هنا في الإيميج هو بيطلب مني أفتح جهاز الكمبيوتر open وأبدأ أختار من أوراق العمل طيب أوراق العمل موجودة عندي term الأول lesson 6 وندخل على الإيميج ونختار الفلايج اللي هو العلم طيب أنزل تحت كده بالأسفل عندي في المابينج آآ الكوردينيتس لازم أضغط على الكوردينيتس هنا UV لا أغيرها إلى generate أغيرها إلى إيه؟ إلى generate طيب وبعدين أروح هنا شايفيني الدائرة البيضة اللي موجودة عندي هنا طبعا هي مفعالة للسولد لا أنا محتاجها إيه material محتاجها material أول ما أضغط عليها مباشرة أهو يتم تحويل الشكل إلى علم دولة الكورد طيب اتجاه حجم الكائنات أنا أتحكم فيه بالسكيلينج ما في مشكلة خالص أهو أبدأ أكبر وأصغر زي ما أنا عايز حتى أصل إلى الحجم المطلوب أو الشكل المطلوب وأبدأ أشوف الشكل كده من أحد المنظور هنجد أن الصورة أصبحت معبقة بنسيج عالم دولة الكويت فدا كده ورقة العمل أتمنى تكونوا استفدتوا اليوم يعطيكم ألف عافية وجزاكم الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا